الاهل ازاي يكسب ليال مدريد باكرة عجل شفت له شفت سؤال غريب سؤال غريب عشان الواقع ان احنا عايشينه يعني لا والله بس انا حبيت السؤال احنا ببعيني رجل مدفئن لا ببعيني سؤال غريب عشان هو سؤال غريب على الوضع اللي احنا فيه ان الاهل بيلعب ليال مدريد ونقول ازاي الاهل يكسب ليال مدريد فشكرا الاهل ان هو عايشنا الحال حيث بصها كريم بستثناء مبارتاي بارشلونة سوبر وليجا اي فريق كاس بريال مدريد هو فريق كم بيلعب اربعة خمسة واحد كل الفرق اتليتكو حتى لما لعبت مباراة كبيرة قدام ريال مدريد اربعة خمسة واحد مايولك اربعة خمسة واحد برايو فايكانو اربعة خمسة واحد تلعب اربعة خمسة واحد بتشتغل على الكاونترز ريال مدريد دي بتري تبني عيوبه لما يسيب مناطقه طول مانتا اللي بتهاجم وفرقة زي ما عمل مع تشيلسي مع باريس سان جرمان مع السيتي لما الفرق دي هي اللي كان بتروح فكان هو عنده السرعات عنده كاريم بينزيما بيعرف يستغل عنده بنيستيس جونيور فبيعرف يشتغل فاي فريقة عايزية عبريال مدريد جدا جدا يقف مناطقه كويس قوي يعمل ميت بلوك ما ينزلش تحت ويعمل له بلوك او يعمل دفاع متوسط مش دفاع منخفض علشان ما يضغطش نفسه وقت طويل يعرف ازاي يخرج بالكورة وهجيلك اقول لك ازاي الاهلي يعرف يخرج بالكورة بتغييرة بسيطة في خط النص ازاي تقدر تعمل ده تعال نشوف ايه اكبر رعيب حتى محمود هو بيشرح العب ده باين رغم ان هي حالات غير الحالات ومطشاط غير المطشاط العب ده باين ريال مدريد لما بيلعب بالاربعة تلاتة تلاتة او بيقلب اربعة اتنين وهو بيدافع في بعض الاحيان لما بيدخل اسينسيو جوه في بعض الاوقات من المباراة عنده مشكلة ما بين الخط الخلفي وخط ومطقه ووسط الملعب دايما حتى مع سبات شاوميني فيه سبيس كبيرة جدا ما بين الخطين السبيس دي اي فريق بيلاعب ريال مدريد وانشغل الحالات احنا بنتكلم اي فريق الحالات الدفاعية بتاعت ريال مدريد اي فريق بيلاعب ريال مدريد بيشتغل على المنطقة دي لازم الجناح يدخل انسايد يشتغل بص اكريم دي مباراة ت praised بص انت اي الي بنسب بari غريب جدا من قبل كان بتريد بيشرح ان اللعاب دي بيستريم ازاي هنا الاعاب دي بيستريم ازاي ه grease دي كلها موجودة ووقفين خطين خمسة في الخط الخلفي قدامهم ثلاثة محدش ماسك حد طب ايه الي هايحصل الراجل ده بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة عنده كتير جدا جدا هيروح لافف احطلي السرعة اللي بعدها هيروح لافف حتها على الرايت حتها على البساطة كم كانت في بعده يروح يكمل وحطه كروه الشمكة فاضية العبدة في كل المباريات اللي ريال مدريد بيعمل فيها نتائج سلبية فيه كمان مفارقة غريبة جدا جدا سلبية عند ريال مدريد متفق جدا مع محمود عن ان الدوافع مختلف وما عايزين يخرجهم من الحلقة الغير جيدة اللي موجودة في الليجة لكن خلني اقولك ملاحظة سهيئة جدا ريال مدريد في اخر ست مباريات في اخر ست مباريات تأخر فيهم في النتيجة استقبل هدف اول عشرين دقيقة في اخر ست مباريات تأخر فيهم في النتيجة مفارقة غريبة جدا زيهم مش تاخدين بلاهم لحد النهاردة ببتري ضاغط اه بس لما ببتري ضاغط ودايس بنزين زي ما محمود بيقول ابو فضي ورا فبس او اكتر وقت ريال مدريد بيستقبل فيه اول عشرين دقيقة فيه ثلاث مباريات منهم في اخر ستة اللي تأخر فيهم في البداية في اخر ستة مباريات بقى يعني او اخر ستة مباريات تأخر فيهم كان بيحصل كده وفي آخر ثلاث مباراة لعبه من ريا المدريد تأخر في النتيجة في آخر ست مباراة تأخر في النتيجة في ثلاثة رجع في اتنين واحدة اللي تأخر فيها مقدرش يرجع وخسر المباراة لها مباراة مايوركا لها مباراة مايوركا الأخير فكملي بقى على بقية الحالات بقية اللي احنا كنا جايبينه وهربطولك بآخر جول الأهل جابه الأهل استفاد منين وعملوا إزاي لا لا ارجع آه هو ده بص بقى كريم هنا الراجل ده قفشة بستلم فينا كريم نفس الاسبيس اللي احنا بنتكلم عليها اللي فيها مشكلة المسافة اللي ما بين خط الدار وخط الوسط هنا بتكلم على أوكلند فريق ضعيف جدا وبتكلم على ريا المدريد لكن نفس الغلطة نفس المشكلة انه دايماً لازم قفية لعيب سواء قفشة أو حسين الشحاية اللي هيبقى موجود منهم في الملعب بكرة لازم يتواجد في الاسبيس اللي ما بينه الخطين هو اللي يطلب الكرة كمل الحالة هوريك ان هي نفس المشكلة ونفس الغلطة كمل كمل الاعتماد على تاو الخروج ببص المنطبوس الاسبيس قد ايه نفس الاسبيس دي كانت مخلوقة مع ريا المدريد فلما يكون ريا المدريد عنده خطأ كارسي بيعملوا طوال المباريات الأخيرة أمام كل الفرق سواء فرقة كبيرة زي عطلقكم مدريد بارشلونة أو فرقة صغيرة زي مايوركا وريع وبيغلط فيها ولازال بيغلط في نفس الغلطات ومش قادر انشيلوتي يعالجها وانت عندك نفس النقطة اللي بتعرف تستغلها وتشتغلها كويس حتى في مباريات الدوري المصري مع اختلاف الفرق وان انت بتلاعب ريا المدريد لكن يبقى لعيب ككورة موجود تقدر تستغله فلعيب الكبير اللي عند ريا المدريد مليون في المية ده السلاح الاول للنادي الاهلي اللي يقدر انه يسجل من خلال الكاونترز اللي بيعملها النادي الاهلي وانه ازا يقدر يستغل لعيب الكبير اللي لسه لحد دلوقتي مالوش حلول حتى في ظل ريا بيت عظيم جد